سهلاً خير وأهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية في السادسة طبعاً حضراتكم عارفين من ساعة منتهت مباراة الإسماعيلي اللي الأهلي فاز فيها بنتيجة 3-0 وقدم الحقيقة عرض في شرط التاني أكتر من مطمئن وأكتر مش هقول رائع الحقيقة لسه الأهلي على الروعة شوية بس الحقيقة بنتطمن مطش عن التاني على الفرقة وبنتطمن على مستوى الأداء والنوقت دي الحقيقة أمر محصوم يعني كلمت حضراتكم أنه إحنا بعيد جداً وعشان كده كنت ببارك لحضراتكم أنا وصارة مبروك مقدماً إن شاء الله بإذن الله درع الدوري في الجزيرة الأهم من كده أنه من ساعة ما قفلنا صفحة الإسماعيلي فتحنا صفحة الاتحاد والفريق مستمر في معسكر مغلق بيستعد طبعاً لمطش بكرة اللي إن شاء الله بإذن الله نفوس فيه ونحسم الدوري إحنا مش مستنيين حاجة من حد إحنا بنحسم كل حاجة بأيدينا لكن زي ما قلت لحضراتكم الأهلي قدامه مشوار مهم جداً ودايماً واحد من أهم الحاجات اللي بتحفز اللعيبة أو بتدي شحنة كده إجابية للعابين هي القدرة لكل جيل بين كل جيل والتاني دايماً فيه منافسة في الأهل البطولات بتيجي طول الوقت لكن إزاي تحط إسمك أو تخلد إسمك فيه سجل التاريخ بالنسبة للأهلي إنك أنت تتحقق رقم قياسي والتيم بتاعنا السنادي لسكواد بتاع الأهلي السنادي عنده أكتر من فرصة لكسر الأرقام القياسية أكبر عدد من النقاط فاز بيها الأهلي في مشواره في حسم بطولة الدولي كان 88 نقاط السنادي عندنا إن شاء الله بإذن الله وربنا كرام نوفقنا والعيبة مركزة كده لأي غاية آخر لحظة في الدولي بعد ما نخلص بقى من فكرة الدرع وحسم البطولة ممكن نوصل 95 نقاط عندنا كلين شيتز أعتقد 23 مباراة رقم قياسي الشناوي عنده فرصة كبيرة جداً يدخل التاريخ من أوسع أبوابه لو كسر رقم ده وبالمناسبة الشناوي سيزن ده 19 كلين شيتز أكبر عدد من الأهداف سجلوا النادي الأهلي كان 75 هدف في موسم واحد إحنا السنة دي أو السيزن ده بنتكلم فيه 63 فأعتقد برضو عندنا فرصة كبيرة جداً نكسر الرقم ده بالإضافة كمان شوية أرقام قياسية فكة كده ممكن نعملها السيزن ده صار يمكن زي ما بتقولي أحمد يعني بعد ما رجعنا في فترة التوقف حقيقة كل أكيد كل الفرقة في كل العالم في تصاعد مستمر لأنه بعد فترة التوقف فترة كبيرة العيبة مش بتلعب بس دلوقتي كله كل ماتش بنشوف أداء أحسن من الماتش اللي قبله ويمكن ماتش الإسماعيلي فعلاً في الشوط الثاني كان الأداء مطمئن ولكن هو ده الطبيعي أحمد أنه يبقى فيه تصاعد في الأداء ده في كل أندات العالم يمكن النادي الوحيد هو كان بارن ميونيخ هو الوحيد اللي من بعد التوقف فعلاً كان ماشي كويس قوي بس إحنا منتمنى طبعاً أنه بإذن الله اللعيبة ترجع بكرة بإذن الله من إسكندرية بالدوري ونبارك بقى لحضراتكم رسمياً إن شاء الله